أهلا بكم معاكم محمد عبلا النهاردة هتكلم على تحليل العلمي للاختراعات الثورية هاقول لك البداية دي جات لي إزاي يعني فكرة إزاي اللي أنا حلل الاختراعات أو حلل مواقف بعينها هحكي لك قصة بسيطة كده تقريبا أنا في سن الخامس الابتدائي كان عندي تحليل يعني هي جات لي الفكرة بسبب أزمات يعني مثلا إيه التعامل خلينا نتكلم على المدرسين في المدرسة مش هتكلم على المجتمع، المجتمع برضو فيه اللي أنا هقوله ده لكن خلينا نتكلم على المدرسين من كثرة ما يحصل مثلا مع المواقف في وجه مثلا أنا أسأل ألاقي المدرس كأنه يصدني مدرسين بتقبل مني؟ مدرسين لا خلاص بقيت أنا عارف فيه مدرسين هم متعاونين ومبدعين ممكن يقدم لك الحاجة بشكل مختلف في الغالي بيبقى مثلا مدرس اللغة الإنجليزية هو لأنه بيبقى عنده برضو مساحة فقدر ممكن يجيب لك حاجات أفلام حاجات مبدعة كده وممكن يجيب لك كاركترات ألعاب بتاع مدرس الثاني لا هو بيقول كلام وانت لازم تقول له نفس كلامه بقيت أقارن الناس والطلبة اللي هو بيرد نفس كلامه طب اللي بيقلف طب اللي بيضحك عليه طب المشاغب فبدأت اعمل تحليل كده بيني وبالنفس اتكلم تقليل من سنة خمسة ابتداية لما كنتش عارف اي حاجة عن موضوع التحليل بس يعني دماغي بيفكر اه كويس بعد كده بقيت أتوقع أفعال الناس أشوف مثلا طالب أتوقع اقول اه ده مشاغب ده بل مدرس هيعمل معاكز حتى لو جديد احنا لسه فاصل جديد كويس الغراب المشارك معانا في الحديث المهم يبدأ يخش معانا مثلا حد مثلا جاي احنا مثلا جاينا مثلا من مكان احنا لسه احنا لسه طالبه جداد بقى انا ما شفتهوش قبل جده خالص بص واحد طالب جاي فانا اقعد ايه ارقبه كده اشوف أفعال معينة ما انت ممكن تلاقيه مثلا ايه العصبي ليه أفعال الطيب ليه أفعال صح هتلاقي كده انت لو درست حاجات اجتماعية شوية ودرست الناس بالكاركتر بتاع الناس لو انا هقرب الموضوع شوية الكاركتر تلاقي واحد كده ليه كاركترات كويس فتلاقي رد فعله خلاص بقيت انا اقول اه ده شبه ده شبه ده شبه ده فتوقع افعال الناس وردود افعالهم في موقف كتير اننا ممكن اجرب مع ده موقف ده هيعمل ده زيه بالظبط لان خلاص ده الكاركتر ده شبه الكاركتر ده سيبنا الموضوع ده بعد كده بدأت دخلت على الافكار بقى لما خلاص الواحد بدأ يكبر شوية ويفكر قلت لا لا انا ابدأ بقى ايه في حاجات ده على فكرة الحاجات دي انا بعملها ومستمر بعملها بس برضو انا هقولك مش شرط تقول للناس انا برضو عايز اتكلم على ايه اللي فيه ناس انا بشوفها حتى على الجروب بيقولوا كلام انا متأكد هو ليه بحث معين عمله ودور حاجة معينة بس الناس انا متأكد الناس بيردوا عليك انه هو مجنون ما هي كده اوقات بحثك لانه لسه ما كملش يعني حاجات انا عملتها دي انا محدش عارف عن حاجة على فكرة ما كلمتش اي حد عنها والله انا لما بكلمك عنها يمكن دي تاني او تالت مرة بذكرها ساعد في الفيديوهات كنوع من الحاجة ان انا جربت اعملها بس انا فعلا مش عايز يعني مش مثلا ايه مرتب نفسها تتكلم عنها او كده او مثلا خلي بالك برضو لان ايه النقطة دي مهمة اوي انت بديجي في نص حاجة انت عملتها لم تحقق فانت تتكلم عنها فالناس يقولك ده اكيد ده مجنون ده اكيد الراجل ده بيقول اي كلام فحقولكو على بعض الحاجات اللي انا بحثت عنها هحكيلكو يعني الملخص والحاجات انتوا هتشوفوها بنفسيكو او يعني حتى هتأكدوا لكلامي صح كويس امثلة يعني قبل ما اقول الامثلة في حاجات انا عملت بها ده بحث بجد على فكرة كتبت ورقة وقلم دورت على مصادر حقيقية بدأت اقارن مواقف ببعضيها يعني انا مثلا لو لقيت حد عمل اختراعه ونشره عنه وكسب في حاجة او حاجة ثورية في جامعة مثلا كنت اعود ادور لحد ما اوصل للطلبة نفسهم ادور حوالي الحدث حوالي الحدث لحد ما اوصل للطلبة واتأكد هم دول الطلبة وعملوا ايه وفكروا ازاي واول بداية كانت ازاي كويس؟ فهدي حاجات يعني بحث علمي حقيقي كويس؟ بس حقول لكم موقف هو مهم ان احكيه لكم برضو مرة جا في فترة كده كان عندي لاب كويس لاب وفلاشة مثلا وهارد كويس وموبايل كويس؟ او لا الموبايل ما كانش عليه داتا المهم جا في فترة كده جالي فيروس ضرب التلاتة وجاز اصلا اللاب باز يعني هو صدفة كده باز والهارد بتاعه باز وكل حاجة ضربت في وقت واحد انا بصراحة عشان كان الموضوع انا بلقت احط الافكار بتاعتي على لاب مكتوب قلت بقى بدل الورق والكلام ده خلني بقى ايه ان نخش بقى في التكنولوجيا والتطور وكده فكل حاجة ضربت في مرة واحدة انا اتضيقت فقابلت واحد صديقي انا بالنسبة لي دي مصيبة واي حد يصل ما كده يحس يها مصيبة فعلا فالمشكلة في افكاري اللي انا كده بتها مش مشكلة في اي حاجة بتها لان انا بيحب اجمع داتا لمعلومات احتياط يمكن اععد في وقت انا بقول كده انا بقول يمكن يجي وقت ما يبقاش فيه انترنت ممكن يجي وقت الشبكات فيها مشكلة يبا انا عندي معلومات وعندي داتا زي اللي موجودة على الشبكة ويحب اجمع داتا كتير ومعلومات كتير كويس فالمشكلة كده اللي الداتا بتاعتي اتمسعد فقال لي بص هي قال كلمتين بصراحة عشان كده برضو بقول الصديق ده مهم جدا في حياتك اي صديق كويس بيساعدك بيحمسك اوها تسيبه اي صديق سلبي امسحه من حياتك لانه هيبضل يضرك الصديق الكويس المشجع لازم يبضل في حياتك قال لي كلمتين قال لي بص بدل بدل هي روحة هي كده كلمته كده قال لي بدل هي روحة يبدأ من جديد ببا كلمتين كلمتين فعلا فيه مش شفة بدل هي روحة ابدأ من جديد بدل الموضوع يعني يروح روح منك ابتدي من جديد فعلا ابتديت من جديد والحمد لله اللي كان بعد الموضوع ده كان افضل بكتير لكن ارجع وقولي الابحاث اللي انا عملتها والحاجات اللي انا عملتها هي في دماغي هنا رغم ان انا بنتسها جامد يعني ودماغي بتضيع داتها كتير بس لا المواضيع دي انا فكرها بالكلمة اعود اكتبها اكتبها كويس فاقول لكم بعض منها علشان يعني ايه نستفيد من الموضوع وزي بقولك انت ممكن تعمل كده وتستمر انا بقولك انا مستمر بعمل كده بعمل الابحاث واعمل حاجات دي لنفسي عشان اتعلم وعندي معلومات افضل وتوقع زي بقولتلكم زمان انا كنت بعمل ايه بتوقع المجتمع بيتعامل ازاي لما اشتغل على الافكار دي لا انا بعد كده ممكن يحصل حاجة ثورية انا اتوقع ممكن يحصل عليها ايه من تطور فانا ادخل في التطور هيا دي بقى ايه الميزة اللي انا اقدر اضيف تطور قبل اي حد تاني فخلانا نتكلم على اول حاجة موضوع السيارة الطائرة كان فيه فترة من مثلا اقوله من 8 سنين ولا حاجة كان فيه تلات او ارواح بس اعتقد تلاتة هم تلاتة تلات جامعات بيتنفسوا على عمل سيارة بالطير كويس التلاتة اشتغلوا انا دورت عليهم الماني وامريكي وعضاق التاني كان كنندي او حاجة كده كويس وشفت الطيارات موجودة ودورت عليها بس هي اديمة شوية موضوع الفكرة دي اديمة التلاتة اشتغلوا عليها حاولوا يطوروا الموضوع لكن انا تحليلي انا عدت ادور مين اللي بدأ فيها وبدأت ادور عالطلبة نفسهم وشتغلوا فيها البدايات كانت ازاي ده تحليل اولي كويس بعد كده انا اديت قراري انا بقى وتحكيمي انا للفكرة لقيت انا الفكرة غير موجودية لانه هو محتاج طريق واسع حريض علشان العربية بتجري بعد كده هو يعني قبلها بيفتح الجناحات الجناحات تتلمى كده يفتح الجناحات تتفرد يمين وشمال ويبدأ يجري 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 عشان بعد كده يطير على مسافة صغيرة في وقت صغير هو برضو نموذج يعتبر اولي فتجربة كانت غير مجحة فانا كان تفكيري هل ده هيحصل تطور العربية هتطير انا عملا لقلت طب ازاي طب انا المفروض اعمل العربية هتطير ليه عشان الزحمة حلو طب انا اجي في الزحمة هتطيري ازاي يا جماعة فضولي الطريق عشان اطير فقلت الموضوع ده مش منطقي احنا الفكرة ده مش هتنجح ده كان تحليلي ليه ده بشكل مبداي كويس مع متابعتي بعد كده حديكو حاجة تانية كانت بداية شوف انا ايه بدور وبحلل وبرائب الحاجات الجديدة لقيت طلع في جمعة لعبة لعبة خد بالك من دي لعبة كانت بداية الدرون عبارة عن شاسيك كده فيه اربع مواتير مراوح وكانت تقريبا كانت اللي انا فكره فكره بالشكل يعني كانت فوقه ضلونها ابيض في ابيض متوصل بكبل كويس وكانوا بطياروها طيارة بتطلع وتنزل وتحاولوا يجيبها يمين يجيبها شمال تخيل انا بقولك فكرها دي كانت اول تجربة لبداية الدرون اللي هي الطيارة اللي بتطير باربع مواتير كويس فانا بدأت تابع الفكرة دي وقولوا الله فكرة كويسة بس دي هتعمل ايه دي لعبة يعني طب هي ممكن تفيد في ايه دي انا كان وقتها ما عنديش لها نظرة نظرة حلية صحيحة بصراحة بس قلت يلا ايه خلينا تابع بدأوا بعد كده تطوير الشباب ليها في الجامعات برضو اللي هم عملوا منها بست مواتير سبع مواتير عشرة خمستاش ستاشر قاعدوا ايه زودوا في عدل المواتير انا كنت تلاقي حاجات كتيرة وبعد كده فكروا قالوا طب ما احنا نكبر المواتير بقتشيه لنفر يعني واحد طالب يقعد عليها ويحاولوا الطيروة بس يعني ايه حاولي متر كده وتنزل كويس دي كانت تجربة برضو بدأ الموضوع يتطور خلاص بقى هو بدأ يتطور بسرعة دراكة خلاص انت مش قادر تواكب بسرعة الطيارة اللي بالطريقة دي خلاص لحد ما وصلنا لفكرة الدرون اللي هو عليه كاميرا أصلا كويس وبعد كده وصلنا لهو كان دخلت مسابقة مش عارة كانت لا مش 2010 2020 حي كده كانت الامارات عاملة مسابقة اللي يخلي الدرون دي مثلا بشكل جديد تشيل نفر ودخلت شركات كتير على مستوى العالم طب انا دخلت انا وتيم معايا وما كسبناش بس كانت تجربة حلوة انا عارف مش مهم ما نكسب بس مهم عاجل تجربة واللي احنا نقدم تصميمات جديدة ونشتغل على الحاجة ونتعب على حاجة جديدة وثورية كانت فكرة جميلة مش مهم ما نكسب مش مهم ما اي حاجة مهم ما اللي احنا تعلمنا في الفترة دي فنرجع نقول اللي فكرة الدرون دي عملت صورة لان مثلا فعلا مرة حد حطت صورة قالك علشان تصور مثلا ملعب او مكان من اعلى محتاج تجيب طيارة هولوكوبتر ومحتاج تجيب واحد معاك كاميرا ويواقف بشكل خطر للأسف على الباب يصور بكاميرا غير الاهتزازات كانت مشكلة كبيرة تخيل شوف كل ده وشوف تكلفة البنزين تكلفة كل ده لا بقى فيه طيارة بحجم مش كاف في ايدي ده في قد كتب كويس بحجم حجم صوباي ده بتطير وتصور كل حاجة بقيت انت انت ممكن يبقى عندك طيارة زيدي انت يبقى عندك طيارة طبعا محظورة في بعض الدول العربية او طريق ما عرفش في كل دول العربية ولا او لأ بس يعني ممكن انت تستخدم الطيارة دي انك انت تصور مكان من اعلى بكل سهولة حلة مشاكل كتير ده مش بس في كده فيه خلاص فيه طيارة بتشيل نفر بتتباع خلاص في الامارات فيه شركات عاملة شركات صينية تقريبا عاملة لو تحب تشتريها اشتريها هتلاقيها موجودة كنت مش فكرة كانوا حطين سعرها كام دي بتطير وتشيل نفر كويس ومش عايف مدة وقت قدي وهكذا دي حاجة عمل تصورة وطبعا زي بقولك انا يعني بحثت عنها والأول زي بقولك كويس وده كان تحليل مفيد طبعا وإيجابي هتكلم على الحاجة تانية كان برضو فكرة دي أنا توقعي فيها كان صحيح اللي أنا 2010 تحديدا لما رحنا نجوم العلوم فاحنا بنشتغل على اختراعات والكلام ده فبدأنا ندور على كان فيه حد بيعمل حاجة تقريبا فيها مغناطيس او كده او انا كنت عايز برضو مغناطيس بدأنا ندور على شركات خاصة بالمغناطيس لكن التطور انت مش متخيل انا جبت مغناطيس حطيت واحدة هنا واحدة هنا كويس مسك يعني مسك واحدة صغيرة قد كده مسك من هنا لهنا يعني هو المجال بتاعه مسك إيدي كويس لدرجة اللي انت لو حطيت نينجا من بعض وصبتهم يخبطه في بعض ممكن يعمله شرار وممكن يعوروك من جتر سرعة وقوة المغناطيس فلما أنا لقيت كده أنا وقتها ده كان 2010 والله فعلا وقتها ما كانش فيه ولا مواتير سريعة ولا اي تطور زي اي يعني معرفش يمكن كان فعلا هي بداية المغناطيس المتطور كان وقتها فلما أنا شفت المغناطيس ده أنا وقتها قلت أنا متأكد اللي في مواتير هتطلع حديثة في حاجات هتحصل ثورية بسبب المغناطيس وبعدها حصل كده معرفش يمكن هو كانوا مخترعين المغناطيس ده قبل كده لكن أنا توقعت اللي هو هيحصل تطور رهيب يعني سرعة لأن أنا عارف المطور طبعا فيه مغناطيس فيه موضوع المواتير كويس حتى لتطور فعلا حصل في حاجات كتيرة درجة اللي هم بقوا يستخدموا مغناطيس بيشيل مش عارف كم طن كم طن حديد ينسك كم طن حديث كده يرفعوا زي الوينش بس مجرد مغناطيس تخيل بس ده كان بالكارابة كويس بس بقله حاجة قوية جدا قبل المغناطيس ده ما كانش وصلنا للمراحل دي فدي بقولوكو دي الاختراعات فعلا السورية ده فرقة مع البشرية بشكل كبير خلينا اتكلم بعد كده على حاجة برضو كان موضوع ان أنا تكنولوجي طبعا زاعد مظهر وقابلت أنا مثلا أستاذ هاشم من الحبشي اللي هو سعودي هو اسمه مختارة سعودي إن شاء الله عليه يعني شخص صديق محترم جدا وعبقلي هو بعدنا اتكلمنا وعمل حاجة هو كان عمله اللي هو التوافع اللي حوليه الحرم اللي هو كان عالي الفوق كده لما كانوا بيعملوا توسعات وكده هو كان صاحب المادة اللي هما استخدموها خفيفة تشيل وزن ما تتأثرش وفعلا ان شاء الله أزبزت كفائتها هو كان صاحب المادة التي عملت بالنانو دي كويس تقابلنا وتكلمنا مع بعض في جامعة العربية وكان هو ويمكن بالنسبة لي بداية اللي هو بعدما انا عرفت عن نانو تكنولوجيا هو ادالي حاجة عملية وازاي هو عملها وشرح لي شرحي كويس برضو انا مبحثش عليه بشكل كامل بس برضو ان نانو تكنولوجيا دخلت في حاجات كتير جدا ببساطة نانو تكنولوجيا انت بتقرب الزرات يعني مثلا الحديد زرات طول ما هي بعيدة طول ما هو زراته بعيدة ممكن تعمل ايدك كده على الحديد تعلم فيه او مثلا يتوسخ طول ما الزرات تقرب بناعم جدا وكلما تقرب اكتر تنعم اكتر ويبقى مسدود اكتر يعني حاجة بسيطة هي الفكرة كده قوي يعني صناعات كتيرة جدا 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 مسبب انتنتنتج طبعا الدخل في العلاجات والأطراف الصناعية لا حاجات كتيرة جدا فرقة صنوضوع النانو ممكن طبعا تبحث عن الكلام بقول لكم مختصر طبعا الفيديو ده انا مش عايز بقى طويل يعني ان شاء الله نخلص على طول هخش بعد كده على حاجة انا يخلي بالك هو خلى فيه تفكير مبتكر شوية تمام مازال لما نربطه بالآلة هيعمل حاجات مختلفة ومازال بنستخدمه اشاء ال جي بي تي اسئلة مش عارف ايه انا متأكد لما يدخل مع الآلة يعني يدخل مع الروبوت يدخل مع حاجات كتيرة يستخدم نستفيد منه مثلا وهكذا المهم اللي اقصده من الموضوع ده برضو زي بيقول مش عايز يطول عليكو انت ممكن تعمل ابحاثك الخاصة بحيث تستفيد هو ده اللي يخلي دماغك فيه علم كويس ناس كتيرة يقولك طيب انا عايز اعمل كذا بس هو مش عارف انا عايز اعمل الموضوع الفلاني بس انا مش عارف دور على اصل الحاجة كويس وزي انا بيقول لك العلم اللي بيها دي لا اتعلم حتى لو مش هتختلع بيها ما انا بقولك انا اتعلمت عن النانو من زمان انا ماشتغلتش فيه كويس يعني من اللي اقصده مش كل حاجة بعملها علشان هدف استفيد منها لا مش شرط العلم 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 في كل حاجة علم موضوع الابحاث ده مهم جدا في حد عمل قريب اقتصادية دي فكرة زكية كدا موضوع الابحاث ومركز الابحاث دي بتزيل زي بقولك زي ما انا زمان نرجع لنقطة الاولية كنت بفكر وبستفيد من علاقات الناس وحركات الناس وتوقع هيحصل ايه فهو برضو اللي عمل مركز ابحاث اقتصادي ده طبعا فكرة قوية جدا فهو انا عارف مركز ابحاث علمي للأسف بالطريقة دي انا عارف هيقولك مركز البحوث لا مش مركز البحوث انا عايز بفي مركز ابحاث يتوقع الاختراعات القادمة والمشاكل القادمة للأسف ده ما زال مش موجود بس على الاقل انا بقولك انا بعمل كده عشان كده هتلاقي اللي انا بقدر ادور احايا جديدة بابا فاهم عاجات كتيرة ده علشان انا كأني عامل بمركز ابحاث عندي في دماغي طبعا وعلى الورق ده بيني وبنفسي لكن حاول تستفيد زي بقولك عندك حاجة اللي لسه بحثتش فيها بشكل كامل ما تعمقتش فيها بشكل كامل فرصة قدامك دور وعرف اكتر ممكن تكون انت سبب في عمل ثورة قادمة باذن الله بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته